طريق مزدود وصلت إليه المحادثات الثانية بشأن حقوق المواطنة للأقلية المسلمة في ميانمار بين ممثلين من الروهينغيا وحكومة ميانمار في مقاطعة كوكس بازار جنوبي بنغلادش وفد الروهينغيا أكد أن حكومة ميانمار لم توافق حتى الآن على تعديل قانون المواطنة لعام 1982 المثير للجدل من أجل ضمان حقوق المواطنة للروهينغيا إذ إنها تعتبر أقلية الروهينغيا المسلمة مهاجرين غير نظاميين من منغلادش فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر افتهادا في العالم السلطات في ميانمار اشترطت عودة المسلمين الروهينغيا إلى بلادهم لتجنيسهم حيث تريد الحكومة معاملتهم بعد عودتهم إلى مناطقهم على أنهم مهاجرون جدد أو وافدون الأمر الذي رفضه اللاجئون الروهينغيا في بنغلادش وأكدوا عدم عودتهم إلى بلادهم ما لم يتم الاعتراف بهم كجماعة عرقية فضلا عن ضمان سلامتهم اللاجئون أكدوا أن تطمينات الوفد الحكومي بتوفير الأمن للاجئين الروهينغيا غير كافية للعودة إلى مناطقهم من دون حقوق المواطنة محذرين من أن هذا الاقتراح يعني وقوعهم مجددا فريسة للجيش والميليشيات البوذية التي شنت مجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم آركان أسفرت عن مقتل الآلاف ولجوء نحو مليون شخص إلى بنغلادش بحسب تقارير للأمم المتحدة أما المنظمات الحقوقية فقد أكدت أن ميانمار تعاني من نقص حاد في الاستعدادات ودعم عودة آمنة ومستدامة للاجئين ما يعني أن الوعود الحكومية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع كما أن منسق حملة تحالف الروهينغيا الحر نايسان لوين قال إن سلطات ميانمار لن تتخلى عن سياسة الإبادة الجماعية ضد الروهينغيا وأن الحوار مع نظام إبادة جماعية غير مجد وأن وفد حكومة ميانمار زار بنغلادش فقط لتخفيف الضغط الدولي على الحكومة ترجمة نانسي قنقر